طرق الربح من الانترنت كتير جدا من ضمنها التسويق بالعمولة يعني التسويق بالعمولة يعني منكم يكون مسلا عندك صفحة على الفيسبوك او قناع اليوتيوب او اي ان كان بتعرض عليها المنتجات دي المنتجات دي اساسا انت مش معاك بمعنى ده موقع عليه قائم التجار كتير والموقع ده عليه منتجات كتير جدا مختلفة زي لبسك وتشيات مش عارف ايه اي ان كان الموجود عليه بتاخد انت صورة المنتج وبتاخد الوصف بتاعك تبدأ تنشره على الفيسبوك سواء تعمل اعلان ممول او تنشر في الجربات انت وخبرتك في الموضوع طيب الموضوع بيبدأ ازاي الموضوع يعني انت بتعرض الحاجات دي واي حد بيطلب منك بتيجي هي تسجله على السيستم هنا السيستم هنا بيتكفل ان هو بيبدأ يغلي في المنتج بيبدأ يوصله بيبدأ ياخدف فلوس من العميل بيبدأ يدي لك فلوسك على مسلا في دافون كاش طيب او اتصالات كاش ايا كان الوسيلة الدفع الموجودة في الموقع طيب نبدأ نسجل في الموقع ازاي ده اسم الموقع عشان خاطر انت ممكن تبحث عنه على الفيسبوك وزي كده ده علي ناس كتير جدا مشتركة في الجروب زي ما حضرتك شايف كده وطبعا بينشره منتجات اول باول يعني بياخدوا اراء الناس المساويين ايه راييكم اعمل كزا مش عارف ايه راييكم نعمل كزا ايه راييكم ننشر كزا وطبعا ده ارباح واحد من شايف الارباح بتاع تعمل ازاي فيه ناس ما شاء الله بتكسب ارباح حلوة جدا فنبدأ في الاول كده نسجل في الموقع نسجل في الموقع ازاي بتدخل طبعا على اللينك الموجود في وصف الفيديو هسيب لك طبعا مجموعة لينكات حلوة جدا هتفيدك في الشغل ده طيب في الاول بقى هتدخل على اللينك بتاع التسجيل ده هتدوس هنا على حساب جديد وتختار هنا نوع الحساب مسوق عشان انت بتسوق على النات انت مش تاجر تاجر ده اللي هو بياخد معه بضاعة بيبدأ يوديها يعني للمكان بتاعه المقر بتاعهم والناس المساوئين زي حالتنا بيبدأ يسوق لكن انت تشتغل عن نت في اختار ايه مساوئ هنا ركب موبايلك وهنا الايميل بتاعك زي جوجل او يهوة او هوتمل او غيره وهنا الباسورد بعد كده بتدوس هنا على تسجيل حساب جديد لو وصل لك رسالة على الايميل ان انت تفعل اكاونت فاعله ما ما وصلش خلص طيب بعد ما بتسجل بتدخل هنا على الموقع زي كده بتدوس هنا على المنتجات وهنا جميع المنتجات طبعا النوقع ما شاء الله عليه حاجات كتير جدا زي كده في ملابس واحزية وموبايلات وغير طبعا هنفترض مسلا احنا نشوف الشكل العام كده ده لبس فبندخل كده على تشارة زي كده بتشوف هنا المواصفات بتاعته المقاسات بتاعته ميديم ستين تمانين آآ وزن يعني كيلو آآ فده من واحدة تمانين لمية كيلو طبعا المقاسات حلوة جدا بصراحة ممتاز فهنا دي الصور بتدوس هنا برضو على تحميل الصور الميديو او ممكن كمان يسيب لك هنا لينك الجوجل درايف بداخل منه الصور بجاو ده عالية هنا تكلفة المنتج وهنا الشحن لكل انحاء الجهورية وهنا اقل سعر بي طب ازاي نعمل في الموضوع ده الموضوع ده بنعمل ازاي فانت طبعا لما بتسوأل المنتج هقولك ازاي برضو يعني هقولك الموضوع كله بس انت خليك معاه للاخر اولا تكلفة المنتج ده عليك انت بميتين واتناشر فعدد الكطح هنا ايه واحد بيقول لك متغاية انت ممكن تختار اكتر من كطعة طيب الشحن لكل المحافظات حاليا عامل البيعين جنيه لفترة محدود هو في لو كان تقريبا تلاتين او خمسة وتلاتين لكن طبعا ايه السعر زاد لفترة محدودة طيب سعر البيع المقترح مية اتنين وارو تمانين فانت ايه ممكن تغيره برضو فيخلي المية اتنين ودوانين دي مسلا خليها مية وايه مية وتمانين كمسال بيقول لك ما ينفعش تبيع بقل مية اتنين وسبعين جنيه بمعنى انت لو عايز تنزل عاملتك دي فانا مسلا هخلي السعر ده مية اتنين وسبعين جنيه ما ينفعش تبيع عقل من كده عشان تبقى عشرين جنيه انت لو نزلت مسلا لو مسلا عايز تعمل تخفيض للعميل وعايز تكسر فيه عشرة جنيه بس او خمسة جنيه بس ما ينفعش ليه عشان بتحرقش الاسعار في السوق هم عاموا نظام دي عشان الاسف كافية ناس بتشتغل بطريقة بتحرق الاسعار فالناس كمان بتخسر فلوس من الاعلانات فانت اقل حاجة تبيع بها دي مية اتنين وسبعين جنيه هتاخد عمولة عشرين جنيه بعد مسلا خلاص انا هختار كده هشوف اللون اللي اعايزه اسود وبعد كده شوف اللي انا عايزه ايه ولي يكون مسلا اسود فبختار هنا الحاجة اللي انا عايزها ولا يكون مسلا قطع واحدة جميل وبعد كده بدوس هنا على اضافة بعد ما دست على اضافة بيجي هنا على السلة تحت هنا واحد هدوس هنا على العربة دي عشان خاطر ايه بيشوف لي الحاجة اللي انا عايز اشتريها فانا مسلا دلوقتي سعر البيع مية اتنين وسبعين جنيه عمولتك مية وعشرين آآ عشرين جنيه آسف كده العميل هيدفع ليه بالزبط العميل بالزبط كده هيدفع هقول لك مية واثناشر زائد اربعين زائد العمولة بتاعتك هيبقى يكون سعر كله للعميل هتقول للعميل السعر كله مية اتنين وسبعين جنيه بمصاريف الشحن يعني هيدفع مية وسبعين جنيه مش هيدفع جنيه تاني تمام طيب انت لو حسبتك كده بالزبط مع بعضينا مسلا مية واثناشر زائد اربعين زائد اشرين بساوي مية اتنين وسبعين جنيه اوكي فبصراحة حلو جدا اسم الاستور او الموقع او الصفحة دي اسم صفحتك على فيسبوك او على اليوتيوب عشان لما بيوصل المنتج للعميل بيوصل عليه اسم الحاجة بتاعتك البلند بتاعك صفحتك اه مسلا بتاعتك اسم القناة بتاعتك ايا كان بتكتبه هنا دي حاجة حلوة جدا ان يعني اللي بيوصل للعميل بيكون في اسم الحاجة بتاعتك فدي حلوة جدا انت بتشهر لنفسك اصلا اسم العميل السلاسي بتاخد اسم العميل السلاسي رقم تليفون العميل رقم تليفون بديل عشان ده لو ده غير متاح او كان مقفول مسلا. المحافظة اختار بمحافظة العميل وهنا المدينة بتاعته بالزبط. كمي سهل مسلا المحافظة الكندرية المدينة بتاعته مسلا زي سيدي بشر. عنوان العميل. رقم الشقة رقم العمارة. اسم الشارع المنطقة كل حاجة بالزبط عشان خطر المندوب بيوصل لغاية باب البيت. مش اللي هو مسلا ايه? يروح له مسلا في يعني المكان في المركز نفسه او في المدينة نفسه بيقول له تعالي في المكان يفعل لنا لأ ده المندوب يروح لحد البيت. فدي ميزة حلوة جدا في ماركتلي. ملاحظات للمندوب. ايه ملاحظات للمندوب? بمعنى العميل ده مسلا شغال في مكان في محل مسلا من الساعة تمانية الصبح لحد الساعة اتنين الضهر. او في وظيفة قوي كان. فانت بتكتب للمندوب ان العميل شغال من تمانية لحد اتنين في المكان الفلاني. بعد الساعة اتنين لحد الساعة كزا بيكون في البيت. فانت لو لو روحت في الوقت ده هتروح له مكان الشغل لو روحت في الوقت ده هتروح له ايه البيت فالموضوع بصراحة حلوي جدا في الاخر بتدوس هنا على قضل في الطلب خلاص كده نتكمل بالفروض بيطلع لك كود الكود ده بتعمل زي تبع لي عشان تعرف المنتج هل هو تحط في المخزن تلع مع الشحن ولا حصل ايه تكتب هنا الكود بتاع الطلب وتدوس هنا تطبع الطلب لو عايز تبعاته للعميل ابعاته مم فيش اي مشكلة طيب دلوقتي احنا المفروض يعني عايزين نتعلم اكتر شوية على ان احنا ازاي نسوق على النتب يدخل كده على على اليوتيوب اكتب انشاء اعلان ممول فيسبوك تمام زي ما انا كاتب كده بالضبط هتلاقي شروحات كتير جدا ده من سنة ده من سنة فالشروحات اللي زي كده اللي هي من زمان فدل اسف ممكن يكون فيه تغيرات حصلت فانت المفروض تكون يعني تشوف فيديو احدث فيديو للفيسبوك بمعنى ده فيديو ازاي تعمل اعلان ممول ناجح على الفيسبوك بعد تعدزات الفين اتنين وعشرين ده حلو جدا ده من شهر فده اتفرج عليه شوف خمسين دقيقة يعني بصراحة كورس كامل فده حلو جدا طيب نفترض دلوقتي انت مسلا عندك اه ده من سنة وسنة وسنة مش عارفه عايز تجيب احدث حاجة بتدوس هنا على الفلاتر وبعدها هنا تاريخ التحميل بعد ما تدوس هنا على تاريخ التحميل بيجيب لك احدث حاجات اللي هي علاقة باعلانات الفيسبوك بص ده من تلات ايام من سبعة ايام من سبعة ايام طيب انت عايز تشوف كورس كامل للاعلانات الممولة على الفيسبوك فبدوس هنا على الفلاتر وبعدها طبعا هتدوس هنا على في حاجة اسمها قائمة تشغيل اهي دوس هنا على قائمة تشغيل برضو هيجيب لك قوام تشغيل او كورسات كاملة للفيسبوك بص كده حاجة بصراحة حلوة طيب بص كده عشان ما ننسيش برضو ده الشرح اللي هو المفروض اه بتابع السيستم كله ازاي تسجل ازاي تعمل مش عارف ازاي تسحب رسيب مش عارف ازاي تعمل ايه الكلام ده كله طيب المفروض بقى ان الشرح ده على الفيسبوك فانا مش هنفع ان انا هحمله وانشره ايه على المقالة عندي فانا هسيل لك برضو في المقالة رابط المقالة فيها لينك تسجيل بتاع الموقع فيها لينك الشرح ده فيها برضو لينك فيها برضو هسيب لك الفيديو ده تدخل تسمعه من جوة عندي على المقالة. في حاجة مهمة جدا انا عايز اقول لك عليها هنا في ماركتلي ادخلين على السئلة الشائعة ودوسين على السئلة الشائعة يفتح لك الصفحة دي. هنا فيها تقريبا كل حاجة. سياسة الاستبدال والاسترجاع. مش عارف ايه الكلام دي كله. طبعا هنا دي قديمة انفروض ديها تلاتة خمسة تلاتين. افروض ان هي حالين الاربعين يعني. فانت ايه? آآ يعني تابع الحاجات دي واي استفسار عندك انشوره في الجروب انا عايز اقول لك يردوا عليك. بصراحة الناس محترمين جدا. وكويسين جدا. طبعا في موقع تانية انا اشتغلت معاها. منهم عندك مسلا زي كده. في انجزني. وفي اللي هو ده كويس برضو. ده كلهم مصيرين على فكرة. في موقع تاجر. في طبعا موقع كتير افليات انتمكن تشتغل معاها. ان شاء الله نشرح لكم فيديو فيديو. اما حاجة تتابعوا القناة وتشتركوا فيها وفعل زر الجرس. ولو حد عنده اي استفسار برضو اكتبوا في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.